وينضم إلينا مشاهدين كرام مباشرة من بغداد السفير العراقي السابق لدى واشنطن السيد لقمان الفيلي سعاد السفير مرحبا بك في رشنطن لهذا اليوم وبداية هنا كيف سيؤثر هذا الخلاف بين الاتحاد الوطني مع الديمقراطي الكردستاني على تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد وأيضا على كل أو مجمل العملية السياسية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة أعتقد المؤشرات الإيجابية خلال 24 ساعة الأخيرة رسائل إيجابية من قيادة الإقليم حول دعم والتعاون مع رئيس الوزراء الجديد المكلف عبد المهدي وبالتالي أعتقد هذا مؤشر إيجابي وجود تعاون أيضا مسبقة في تعاطي رئيس الوزراء الإقليم نشيران إلى بغداد والتعاون والتحدث حول مشاركة الفعلية بالحكومة أيضا مؤشرات إيجابية أنا ما أعتقد هذا سيؤثر على تشكيل الحكومة بعنوان توقف أو عدم تعاطي أو تعاطي سلبي لا سيكون هناك تعاطي إيجابي الإشكالية الحقيقية ستكون الآن هي قضية الحصص وقضية الوزارات السيادية وقضية النقاط وكيف تحسب النقاط منها القبيل هذا أعتقد هذه الملاحظة فنية بعض الشيء بس ما أعتقد راح تأثر استراتيجين لا على توقيت تشكيل الحكومة ولا على طبيعة المتطلبات المطلوبة من حكومة القادمة بما هي الحكومة القادمة أعتقد راح تكون إيجابية بها من هذا الطرح إذن هذا الخلاف الكردي الكردي برأيك لن يؤثر على العملية السياسية القادمة راح يأثر على المدى المتوسط إذا صح التعبير وليس على المدى الآن بتشكيل الحكومة راح يأثر على طبيعة تعاطيهم في كيفية تحل المشكلات المتعلقة في كاركوك في كيفية تحل المشكلات المتعلقة بالطاقة في تعاون على القوانين التشريعات المتعلقة مع الأقليم من هالناحية إنعم وهذا متوسط وليس الآن بتشكيل الحكومة إضافة أنه ما سيساعد على خلق أجواء إيجابية بتعاون بوجود جبهة كردية كردستانية مثل ما كانت سابقا هذا طبعا قد يكون هناك بعض الشرخ حصل في قضية اختيار رئيسي الجمهورية ولكن أأمل أن النضج السياسي عند السياسين الأكراد سيكون إيجابيا بالتعاطي مع الحكومة المركزية بالحديث هنا عن تشكيل الحكومة الجديدة كيف تقرأ هذا الجدل بشأن آلية اختيار وزراء الحكومة المقبلة الصدر قال أن لا أحد من كتلته سيكون ضمنها بينما هنا يخالفه في الرأي البناء وبعض نواب الإصلاح معادلة السابقة الثقافة السابقة المتعلقة بالنقاط والمحاصصة هناك حراك شارع وهناك دعم مرجعية بالابتعاد عن هذا المنهج السابق والحديث عن الكفاءات والحديث عن صحيح حزبيين ولكن ليس الصفة الحزبية طاغية على الصفة الكفاءة مثلا قضية التحرك سيد مقتدى الصدر الإيجابي بالحديث عن ابتعاد عن النقاط مؤشر جيد ووجود الكم العدة لأكثر من 50 أو 54 لسائرون تعتبر إيجابية ممكن تساعد الرئيس المجلس الوزراء القادم المكلف بتحرك إيجابا وتحرك أعطاء بعض المطاطية وبعض السعى بالتحرك على المناصب المهمة ولكن الشارع سيراقب بدقة حزبية الوزراء وكم أكفاء أو انطباع الموجود عليهم وقدرتهم على حل المشكلات للوزارات التي تبنوها من هذه الناحية أعتقد هذا مؤشر إيجابي ونفس الوقت هو اختبار إلى الطبقة السياسية التي تتمسك بالمنظومة والثقافة السابقة وهذا أعتبر هو النوعا ما التقدم إيجابي ولكن يبقى السؤال غير مجاب عليه بهذه اللحظة سعد السفير هنا برأيك ما الذي ستكون عليه أولويات الحكومة المقبلة؟ يعني هناك مدن متهالكة هناك خدمات معدومة هناك مطالبات أيضا بدمج الميليشيات في القوات العراقية هناك مطالبات بإعادة المفصولين ما هي الأولويات بالضبط ستكون لهذه الحكومة؟ إعادة الهيبة إلى الدولة بكل عنوين فرض سلطة القانون محاربة الفساد وغيرها إعادة هيبة الدولة هي العنصر الأول إعطاء المواطن بعض الأمل أن الحكومة موجودة لخدمته وليس العكس التوجه نحو إعادة العافية إلى كيان الدولة ومؤسساتها من ناحية الخدمات أعتبر هذه الملاحظات هناك متطلبات خارجية متعلقة بالأمن القومي للمنطقة المتعلقة بداعش قضية الصراع الإيراني الأمريكي هذه متطلبات خارجية أكثر من ما تكون متطلبات الشارع العراقي الشارع العراقي يريد يشعر أن هذه الحكومات التي ينتخبها تعكس آهاتها وتطلعاتها وأمالها أعتبر إعادة الهيبة للدولة العراقية هو المؤشر الأول بعد تحرير داعش ناهيك أن الحراك الذي حصل بعد أحداث البصرة معناها أن الشارع يغلي وينتظر من الحكومة أن تكون عاقلة بالتعاطي مع هذه المشكلات محوري الأخير سيادة السفير هو عن الألاقات العراق الدولية برأيك كيف ستكون هذه العلاقات وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ حقبة دكتور حيدر العبادي الرئيس الوزراء الحالي كانت أو إيجابية وليس كانت إيجابية بالتعاطي مع الدول الجوار ومع الدول الولايات المتحدة والمنظمات الدولية أعتقد قراءتي المباشرة أن الرئيس المجلس الوزراء القادم سيركز على هذا الشيء أن يكون هناك رسائل استمرارية هذا النهج انفتاح على دول الجوار ولكن أيضا الآن هناك مشكلة حقيقية متعلقة بالحصار أو المنهج للولايات المتحدة وزيادة التوتر مع جمهوري الإسلامية في إيران الحكومة ستكون في محاك حقيقي بقدرتها على التواصل مع العاصمتين واشنطن وطهران والتحدث حول تقليل تداعيات الحصار على إيران وبأن ما يكون العراق هو ساحة لتصفية الحسابات وهذا ملف حقيقي صعب نتيجة عمق المشكلة ونتيجة سعة تداعيات على المنطقة ككل وليس على العراق هل العراق يستطيع أن يتعافى بسرعة ويعطي رسائل إطمئنان ووجود فريق تفاوضي قوي مع الأطراف هذا السؤال يكون على الرئيس ميسي وزراء القادم وكابينة الخارجية وغيرها أن يتعاملوا معه نعم كنت معنا مباشرة من بغداد السفير العراقي السابق لدى واشنطن السيد لقمان الفيلي شكرا جزيلا لحضرتك شكرا للمشاهدة